فالويندوز الاسطوري ده يموت ويندوز 10 وبشكل رسبي حينتهي ويموت في اكتوبر 2025 بس حاجة زي دي حتأثر عليك انت كمستخدم لوندوز 10 ازال هل هيكون لازم نغير الويندوز او هل لازم تعمل حاجة تانية او تعدل حاجة معينة ولا مفيش اي تأثير عليك وفي الفيديو ده هنفهم كل تفاصيل نهاية دعم ويندوز 10 في اكتوبر 2025 يعني ايه دعم والكلام ده كله فخلينا نبدأ في الاكشن على طول واهلا بيكون فيديو بديد وحلقة جديدة من يوميات لطور مواقع في شهر 10 او شهر اكتوبر 2025 ويندوز 10 حينتهي تماما وحيتوقف الدعم عنه بس عايزين نفهم التفاصيل اكتر وهل هيبقى فيه تطر على بياناتك اللي موجودة على نسخة الويندوز بتاعك او على الجهاز بتاعك ولا كمان الجهاز هيكون خردة وملوش ايه 30 لازمة ولا ايه الدنيا بالضبط ده اللي هنعرفو في فيديو المهات اعلانت مايكروسوفت ان يوم 14 اكتوبر 1410 2025 هو اليوم الاخير لدعم ويندوز 10 وده هيودينا لسؤالي عن ايه ويندوز 10 الدعم بتاع ده ايه والكلام ده كل دعم ويندوز 10 هو دعم او القديس تحدثات اللي بتيجي على ويندوز 10 بحيث ان هم هيصلخوا الصغرات اللي فيه او المشاكل اللي بتطلع فيه يدونوا القديس الامنية والمشاكل الامنية اللي فيه وكمان الدعم الفني ليه لو انت طبعا تشاري النسخة الاصلية وحبيت تتواصل مع الدعم الفني بيبدأ يرد عليك ولو حس ان دي صغرة في النظام بيبدأ يصلحها وينزلها في قديس جديد فالثلاث فاجهات دول هما اللي حيتولف عنهم الدعم في ويندوز 10 وده معناه ان النسخة نفسها هتلضل شغالة معاك طبيعي مفيش اي مشكلة في نسخة ويندوز 10 الحالية لكن المشكلة حتبدأ تدفجيا بسبب موضوع الدعم ده وانت مش حاسس بيها او مش عارف ايه اللي حيحصل بعد كده يعني يوم 15 عشرة او 15 اكتوبر ويندوز 10 حيشتغل معاك مفيش اي مشكلة لا جهزك حيبقى خرده ولا فيه خطر على بياناتك لكن المشكلة الحقيقية حتبدأ بعد كده بعدها باسبوع بعدها بشام بعدها بسنة وسنتين كمان لانه حتكون النسخة مع الوقت بدأت تبع مش مدعومة زي ما وضحنا ومع الوقت كده حتدأ الامان بتاعه يقل لان الصغرات اللي حتكتشف في الوقت ده مش حتتصلح وبالتالي حتبع عرضة لهجمات اطبر او اختراب بشكل اوسع وبالتالي لازم تحدث طبعا او حنقول الخلوم في اخر الفجل ولكن ايه اسرع حل حتتتعامل معاه ان انت تبدأ تنزل نسخة انتفايروس تكون مختلفة عن الويندوز ديفندر لو انت معتمد عليه وزي ما وضحنا في الفيديوهات اللي قبل كده او في فيديو قبل كده ممكن اسيبلك اللينك في ديسكريبشن تح ان افضل انتفايروس هو الويندوز ديفندر بالفعل فبعد الويندوز ديفندر ما الدعم حيتشنمن على ويندوز وكل البرامج اللي عليه يبقى لازم تنازل انتفايروس بس ده نص الحماية بس مش الحماية كلها لان الدعم التاع مايكروسوب الويندوز اضبر واعقد بكتير من مجرد حماية من الفيروسات زي ما اي انتفايروس بيعمل لانه بيدعم حاجات خاصة بالكرنل وحاجات خاصة بالنظام نفسها الانتفايروس مهما كان مش هيكبر يعملها ودي المشكلة الاولى الحقيقية وده للمشكلة حقيقية هتواجهنا لو استمرين على ويندوز 10 وهي ان البرامج مع الوقت حيبدأ الدعم كمان يتوقف عنها يعني لو انت بتنزل برامج ادوبي كل سنة فادوبي 2026 مثلا او شبع الاستريتر والحاجات دي كلها ممكن تلاقي الدعم او البرنامج ما بيدعمش ويندوز 10 فخلاص بقى البرنامج نازل على ويندوز 11 على طول العاب جديدة او اي حاجة نازلة ممكن ما تدعمش الا ويندوز 11 بس فبرضو هتلاقي المشكلة دي هتبدأ تظهر معاك مع الوقت مع تحديث البرامج ومع تحديث الالعاب او الالعاب الجديدة اللي تنزل فها دي هتكون المشكلة التانية اللي مواجهك بخلاف مشكلة الاختراقات واي الاستغارات اللي هتزيد جدا وعلى فكرة فيه ناس كتير جدا مرقدين لويندوز 10 تحديدا لان شريحة كبيرة جدا من المستخدمين عايشين على ويندوز 10 هندخل على الحلول الممكنة لمشكلة زي دي او تتصرف ازاي بقى لو انت الجهاز بتاعك ويندوز 10 وعايش عليه وساجم وكل حاجة طبعا اول حل والحل يعني الاصحة والافضل منت ترك النسخة بتاعتك لويندوز 11 او ويندوز 11 وويندوز 11 مش دعم اجهزة كتير يعني هتحتاج الـ TPM 2 او 2 وحتحتاج الـ Secure Boot لو الجهاز بتاعتك او البوردة بتاعتك مش دعمها لحك تندود مش هتعرف تعملها لكن هنعرف نتخطها في يعني طرق اللي دخطتها ولكن برضو الجهاز مش هشترض بالكفاءة الكاملة بتاعته ومش هشترض بشكل سلس وطبيعي تاني حل ان انت بنسل نسخة ويندوز 11 بور سيرفرز ودي اتكلمنا عنها فيجيب لكده وزي تنزلها بشكل رسمي ومجاني وطبيعي وكل حاجة ولكن برضو بتكون نسخة زي اللايب نسخة مش كاملة نسخة مش هتديك كل حاجة كل خاص الويندوز زي ما انت متعود فالموضوع مش هيكون باللزازة او بالسهولة بتاعت ويندوز 10 بقى فلو الحلين دول مش نافعين معك ومش راضي عنهم هتخش بقى في الحل التالت ان انت تستمر مع ويندوز 10 وتتحمل ان مع الوقت حيبدأ يعني تحسب مشاكل بقى تحسب العيوب بتاعت ويندوز 10 مع الوقت فاللا باعت لما ربنا يكرمك بتعرف تغير الجهاز او كده بتستحمل بقى سنة سنتين بس الدعم يعني مش مؤثر في تاني يوم على طول ودير الرسالة الاولى اللي حبيت اوصلها واخر الحلول لو انت خلاص يعني شغلك اساسي عالكمبيوتر شغال مبرمج شغال حاجة ومش معتمد على الالعاب بشكل اساسي وتعرف تتعامل مع لينوكس يبقى الحل ان انت تنزل اي توزيع من توزعات لينوكس فانا رشح لك لينوكس مينت او اوبونتو حتى بس مينت اسهل اا اوبونتو يعني حي وابتغ كالي طبعا مفصص لي الاخترافات وغيري طغرات وكلام ده كله فمش هترس تتعامل معي بسهولة كبيرة جدا زي نسخة ناصل اوبونتو او مينت ده حل بديل حيكون حل كويس لو جازت ضعيف ومش قادر تتحمل ويندوز 11 وحسيدها بمشاكل ويندوز 10 بدأت تظهر معاك تدري جاي وارضو لو انت حتكمل على ويندوز 10 يبقى لازم تركز شوية انت بتحمل اي منين بتعمل ليلة ان الصغرات حتبقى مفتوحة زي ما وضحنا فتنزل انتي فيروس تبدأ تتعامل مع المواقع بالبرامج بحذر اكبر شويتين ثلاثة عن العادي والكلام ده كل وتخلي طبعا نسخة احتياطي من الملفات المهمة سواء على جوجل درايب او على اي منصة سحبية او اي كلاو دي يعني بشكل عام بحيث لو حصلت اي عملية اختراك او حاجة تبقى البيانات بتاعتك في امام برضو على السحابة او على كلاو وفي الاخر في حل تاني بس انا من رشحه لك شو فصوصا في مصر والوضع والعربي اهلابوا ويعبي اهلاب البلاد هيا مشاكل في كده ان هما نفسهم ممكن يزورو لك انرول ماو في الويندوز ابدات بحيث ان انت تكمل سنة تانية دعم تلاتين دولار فهي مكلفة اولا ثانيا مش مضمونة وخصوصا لازم تكون نسخة اصلية ومية في المية ما فياش اي مشكلة وسرية الحقيقي والكلام ده كله فالمشكلة ده يعني مش حل جاز رياضة وتالت حاجة ان الفيز عندنا او الفيزا كارد ما بتقبلش الدفع بره او الموضوع صعب وتكلم عنه فيديوهات تابلي كده برده فالموضوع مش لذيذ جدا ان انت تدفع بفيزا مصرية مصر وبس ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ووقفتكم لو في اي جديد هقوله في الكومنتات هقوله في فيديو جديد فتباني عشان تعرف كل جديد عن مجال التكنولوجيا وبس ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ووقفتكم لو عجبك ما تسنساش تديني احلى لايك وما تسنساش شوما الحلقات والحكاة وكرسات الفات وتستنى الحلقات والحكاة والكرسات اللي جاة وانزل الشرك في القناة عشان ووصلك كل جديد وعشان ما تبقاش من الهواء اشتركوا في القناة